أكد وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري أن المياه في العراق مثل الأموال تهدر بشكل مخيف وقال الشمري في بيان له أن العراق بعيد عن الركب العالمي في طريقة إدارة المياه مبينا أن وزارة الموارد المائية لا تمتلك خطة حقيقية للتعامل مع المياه وأضاف أن مليار دينار مرسول لمكافحة التصحر في العراق خلال 2019 تمت سارقتها بحسب قوله اشتركوا في القناة